اخطر عشرة حيوانات على وجه الارض واحد شبنم جنوبي الشبنم الجنوبي يعيش في الغابات المطيرة والمميز بالريش الاسود وبقع جلد الزرقاء وهو من الانواع الخطيرة على البشر لما يستهدف الاحشاء او يتسبب في القتل الفوري من تأثير قوة هذا الطائر اثنان النعامة الافريقية النعامة الافريقية هي اكبر طائر على وجه الارض يمكن للنعامة الافريقية ان تجري بسرعة تصل الى 43 ميلا في الساعة قد تهاجم النعامة الافريقية البشر والتي قد تستهدف احشاءه او الضرب حتى الموت في ثواني ثلاثة العقعق الاسترالي يعتبر من الطيور الاكثر خطورة بالنسبة للبشر يقوم هذا الطائر باستهداف مناطق الرأس والوجه وقد يتسبب في اصابات العين وانتاج الجروح الخطيرة في الجسد وجروح في الرأس هناك انواع خاصة وكبيرة من الطيور مثل النورس الفضي الذي يمكن ان يكون اكثر عدوانية اتجاه المتسللين قد يتسبب النورس الفضي في مهاجمة البشر والذي ينتج عنه جروح عميقة في الرأس من هذا الهجوم خمسة التم والاخرس التم والاخرس هي واحدة من اكبر الطيور المائية في العالم ناهيك عن اعتبارها واحدة من اكثر الطيور الاقليمية العدوانية هذه الطيور لديها مخالب حادة وعادة ما تقوم بمهاجمة البشر للدفاع عن عشها يتواجد الغواص الشائع بالقرب من البحيرات في الغابات المعتدلة والغابات الشمالية والمناظر الطبيعية التندرة في القطب الشمالي في شمال اوراسيا وامريكا الشمالية في فصل الشتاء يطير الغواص الشائع جنوبا لمسافة قصيرة لقضاء فصل الشتاء في الخلجان المحمية عبر نصف الكرة الشمالي هذه الطيور تمتلك مخالب حادة سبعة البومة المخططة البومة المخططة هي احد الطيور المتوسطة الحجم تستهدف البومة المخططة فريستها من الحيوانات الصغيرة تستهدف البومة المخططة للرأس مع مخالبها الحادة مما يؤدي الى اصابات دموية في الرأس ثمانية نسر ابو ذقن نسر ابو ذقن العلماني والذي يعرف ايضا باسم نسر الضائن والذي يعتبر بانه من الانواع المفترسة والذي يتغذى على الحملان يشكل هذا الطائر تهديدا واضحا للبشر المتواجدين في المنطقة المجاورة نسر ابو ذقن من الطيور التي تلقي بضربات حادة ومبرحة قد تتسبب في الموت تسعة البومة الثلجية البومة الثلجية هي الطائر الابيض الكبير الذي خلدته سلسلة افلام هاري بوتر وهي من اكثر الطيور الجارحة على هذا الكوكب لا بد من الحذر من تلك البومة وخاصة من عشها فلا داعي من الاقتراب من عشها حتى لا تقوم بمهاجمتك والتي تقوم باستهداف الوجه والرأس بمخالبها الحادة عشر باز احمر الذيل باز احمر الذيل هي واحدة من اكبر الصقور في امريكا الشمالية يتم وضع العش في شجرة بالقرب من المناطق المفتوحة وانها تدافع بشراسة حول عشها عندما يتم بناء العش في منطقة يرتادها البشر فان الصقور يكون على استعداد لمحاربة البشر بمخالبها الحادة باعتبارهم تهديدا للعش ادعمونا بالاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على اعجاب ومشاركة للفيديو ولمشاهدة الفيديوهات السابقة الرجاء الضغط على الصور اشتركوا في القناة